وأتت صورة الفيديو لتتحدى الصورة المجمدة في وضعية ملتبسة والتي ظهرت على الصفحة الأولى لإحدى الصحف المحلية والتي تم تداولها على المواقع الإلكترونية حول مصافحة النائب بوتروس حرب لمساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى جافري فالتمن في منزل الأول صورة الفيديو تظهر بوضوح أن المصافحة حصلت عند باب المنزل أما الصورة المتداولة فهي جزء من حركة قام بها حرب لدعوة فالتمن للجلوس فتم استغلال مقطع محدد للإيحاء بما هو عكس الواقع أصدقاء حرب ومناصره احتشدوا أمام مكتبه في مدينة البترون للأعراب عن استنكارهم لمخاولة الإساءة إليه فدعاهم حرب إلى التهدي وضبط النفس وعدم الانجرار وراء الاستفزازات مؤكدا أنه لا ينحني إلا لله بعض الفرقاء السياسيين عم بيحاولوا يستغلوا صورة صورة مبين فيها بكل أسف صدمتني وقلت شفتها أني أنا منحني قدام ممسي الدولة الكبيرة بس أنا الناس كلها بتعرف أني أنا باب أتخذ وبعدين تبيننا الحقيقة أنه هاي الصورة انشيل مننا الكراسي فيه كراسي أنا عم بعزه السفير فيلتمان هذا وكانت كلمات متضامنة مع حرب ألقاها بعض فعاليات المنطقة ترجمة نانسي قنقر